شخنا النشأة أما النشأة فكانت في بوركنا بدءا من هندي تلك البلدة إلا أني انتقلت إلى المدينة الثانية وهي أبو جلاسو لانتقال والدي إلى أبو لأن والدي كان في هندي وهذا الوالد كان صاحب تجارة كان طالبا للمال والحمد لله أغناه الله في ذلك الوقت كانت هاجرا نعم لكن انتقل بعدما أنعم الله عليه بمال كثير فانتقل إلى المدينة هذه أكبر من تلك المدينة التي كان فيها وولدت فيها انتقل إلى المدينة الكبيرة الثانية وهي أبو جلاسو ففي بوبو هم يختصرها بوبو نعم ففي بوبو جلاسو وبدأت طلب العلم لكن في سن مبكر من العمري وعمري خمسة أو ستة ست سنوات فدخلني والدي في مدرسة وقال فيها كتاتيب كتاتيب صغار الطلبة يأتون في هذه المدرسة لقراءة القرآن لقراءة القرآن الله أكبر نعم فدخلت في هذه المدرسة أو في هذه المدرسة إلا أنه لما دخلني في هذه المدرسة مكزت فيها لعله سنوات أو سنة أو سنتين أو هكذا ليس بالكثير فاتفك أن مردت فغبت عن المدرسة نعم ثم بعد ذلك شفيت ورجعت لكن عند الرجوع قال والدي عندما رضيك ما جاء أحد من المدرسة ليزورك أو يسأل عن خبرك فغضبت الله أكبر فأخرجني من هذه المدرسة ما فيها خير يقول ما فيها خير إلى مدرسة أخرى نعم هي على النظام المدرسي المعاصر قديما نعم وكانوا يقرؤون فيها القرآن أيضا نعم فأدخلني في هذه المدرسة الثانية وكانت أقربة أو قريبة من بيتنا أكبر من المدرسة الأولى الكتاتيب نعم وصلت طالب العلم في هذه المدرسة حسب نظامهم كانوا عندهم قراءة القرآن قراءة القرآن دون حفظ لكن قد تجد بعضهم يحفظون لكن دون حفظ فإذا قرأ طالب العلم القرآن من أول إلى آخره فيقالوا أنه القرآن فيقيمون محفلا أو حفلا لإتمام القرآن ما شاء الله إتمام قراءة القرآن نظرا شيء عظيم شيء عظيم في أفريقيا شيء عظيم الحمد لله على كل حال هناك هناك دراسة على الطريقة المدرسية فدخلت في هذه الطريقة لعل هذا الأمر إذا كان مرتب في المدارس يكون أفضل في الدراسة نعم مع القرآن كانوا عندهم ترتيب حسب ما وصلوا إليه فكانت هناك المدارس فالمدرسة كانت تدرس فيها الكتب هذا في كانت عندهم ثلاث مراحب الإبتدائية والإعدادية والثانوية فقط الثانوية نعم وأنا قرأت في هذه المراحب كل الحمد ما شاء الله وكان مدير المدرسة يرغب أو إذا وجد طالبا له نشاط أو له اجتهاد فيقول له اقرأ تقرأ في كتاب من كتب الفقه المختصرة على منذ المعلك نعم أو في كتب مختصر ثم متوسط ثم مطول هكذا من كتب اللغة نعم نعم إما الفقه واللغة أو الفقه واللغة نعم هذا كان يفعل بعض الطلبة وكنت من هؤلاء ما شاء الله ما شاء الله فكنت أقرأ بعض الكتب فمن هناك قرأنا مختصر الأخضر في الفقه وكذلك البتن الأشماوي والمقدمة الأزية للجماعة الأزهرية نعم وكذلك الرسالة إلى الرسالة نعم ما شاء الله خارج عن النظام المدرس المدرس هذا من توفيق الله سبحان الله نعم وهكذا وبقيت في هذه المدرسة على هذا الوضع إلى المرحلة الثانوية عنده وكان هذا المدير رأى على كلها رأى في إشتهاد وهكذا وفي طلب العلم وكان والدي يحفني على العلم أيضا مع أن والدي ما تعلم لكن كان مع بعض أهل العلم وأحب الإسلام كما يقال فكان يرغبني أيضا في طلب العلم بإرشاد من هؤلاء العلماء الذين كانوا معهم كمدير هذه المدرسة التي كنت فيها أولا نعم فهذا المدير لما آنس مني رغبة في طلب العلم قال لي يا فلان في يوم من الأيام هكذا يحدثني قال هناك شيخ في مالي أنا أعرفه يقول هو يعرفه لأنه سابقا كان ذهب إلى مال وكذا وغير مالي فكان هذا الشيخ ججد وصفه بالعلم وبكاء وحاكم بالعلم وما إلى ذلك قال لي لو أخطي لي جيد فهنا ستكون شيخنا مسؤلت الرحلة صحيح؟ أيوة إذن هنا بدأت الرحلة هذا المرحلة الرحلة يا شيخ جديد طيب الحمزة لك شكرا